كان بين الحسن البصري وبين محمد بن سيرين شيء من الجفاء وكان إذا ذكر بن سيرين عند الحسن يقول دعونا من ذكر الحاكة وقصده أن أغلب أهل بن سيرين يعملون في حياة الثياب ثم إن الحسن رأى في منامه كأنه عريان وهو قائم على مزبلة يضرب بالعود فأصبح مهموما من رؤياه هذه فأرسل أحد أصحابه إلى بن سيرين ليقص عليه الرؤيا على أنها رؤياه ولكن بن سيرين كان أذكى من أن تنطلي عليه المسألة فقال لمن جاء قل لصاحب الرؤيا لا تسأل عنها بن الحاكة ولما وصل الخبر إلى الحسن مضى إلى بن سيرين في مجلسه فلما رأاه بن سيرين قام إليه فتعانقا ثم جلس فتعاتبا ثم قال له الحسن دعك من هذا يا أبا بكر حدثني عن الرؤيا فقد شغلت قلبي فقال له بن سيرين لا تشغل قلبك فإن العري عري من الدنيا فلس من طلابها وأن المزبلة فهي الدنيا وأنت تراها على حقيقتها وأما العود فإنها الحكمة تحذت بها الناس فقال الحسن فكيف عرفت أني صاحب الرؤية فقال بن سيرين لا أعرف أصلح منك أن يكون رآها التنافس بين الأقران لا يكاد ينجو منه أحد وإلا لنجا منه الحسن وابن سيرين فالرجلان على تقواهما وعلى صلاحهما كان بينهما شيء من الجفاء ولكن شأن النبلاء إذا هم تنافسوا ألا ينسى بعضهم حسنات بعض ولا يجحد نيزاته وما أرسل الحسن رسولا إلى ابن سيرين لتعبير رؤياه إلا لأنه يعرف علمه وبراعته في هذا المجال وما علم ابن سيرين أن الحسن صاحب الرؤية إلا لأنه يعرف تقوى الحسن وصلاح دينه فإياك إن حصل التنافس أن تقتدي بإبليس يوم قال أنا خير منه بل اقتدي بموسى عليه السلام يوم قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا وإن شأن النبلاء كذلك أن يغتنم أقل حدث لتسوية الأمور فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وما أنبل الحسن إذ يراجع نفسه ويذهب إلى ابن سيرين في مجلسه وما أنبل ابن سيرين إذ يقوم إلى الحسن فيعتنقه لا تأخذك العزة بالإذن اغتنم الفرص وبادر فأحيانا تنضي سنوات من الجفاء لأننا فوتنا الفرصة كان بالإمكان أن نصلح من خلالها الأمور وإن سبقك غيرك بالمبادرة فلا تكون شر الراجلين ومن مشى تجاهك خطوة امشي تجاه خطوتين الكرامات ليس هذا موضعها هذا موضع والله يحب المحسنين وموضع وأصلح ذات بينكم وموضع من توضع لله رفعه وموضع من ذل لله عزه نحن نهاية المطاف بشر فينا نزوات وطباع إنسانية لا نستطيع أن نخرج منها ولكن الحل لم يكن يوما أن نستسلم لها لأنها كامنة فينا وإنما الحل في أن نسيطر عليها بدل أن تسيطر علينا ونقودها بدل أن تقودنا فإن النفس البشرية فرس جامحة فهنيئا لمن رود نفسه